يحيط بالفرد منا كبيراً كان أو صغيراً أنثى أم ذكر في كل مراحل عمره جماعات من الناس نسميها بجماعات الرفاق والأقران ولها تأثير كبير جداً في الواقع على اتجاهاتنا وعلى طريقة تفكيرنا وعلى ردود أفعالنا وعلى قيمنا وعلى سلوكنا لذلك وضعنا هذه الجماعات باعتبارها من المؤسسات الاشتماعية ذات التأثير التربع فما المقصود بجماعات الرفاق والأقران؟ هي مجموعات الأصحاب والزمالاء الذين يكونون بمثابة الرفقة التي ينتمي إليها الفرد ويتعامل معها في مراحل عمره المختلفة وقد يتأثر خلال ذلك بأفكارها وثقافتها وسلوكياتها وطباعها سواء كان ذلك التأثير بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة وسواء كان ذلك التأثير أو التأثر إيجابي أم كان تأثر سلبي فكلاهما شكلان من التأثير الذي تمارسه جماعات الرفاق والأقران علينا جميعا وعلى جميع أفراد المجتمع تتميز جماعة الرفاق بكونها تتألف عادة من أفراد من نفس الشريحة العمورية تقريبا هذا في الغالب صحيح أحيانا قد نرى بعض الأطفال الذين يقعون ضحية ربما الرفقة الغير مناسبة وخاصة ممن يكبرونهم سنا ويحذر المرشدون النفسيون من هذه القضية قضية أن يصاحب الأطفال الصغار من يكبرونهم يفوتونهم بكثير من السنوات أو من يكبرونهم بكثير من السنوات نظرا إلى سهولة استغلال الكبار للصغار لكن في الغالب المجموعات الرفاق هي تكون في الغالب متقاربة في السن كذلك تتميز جماعة الرفاق بأنها شكل من أشكال التنظيم لكل فرد في داخلها مكان معين يعني دائما هناك شخص خاصة في المجموعات الأطفال يؤكد علماء النفس الاجتماعي أن هناك شخص يكون عادة هو القائد أو الزعيم أو المفكر هناك شخص يقوم بأدوار إضحاك الجماعة هناك شخص يكون هو بمثابة الكريم في المجموعة هناك شخص يكون هو بمثابة دائما يدعي الضعف ويطالب الحماية من المجموعة هناك مجموعة من الأدوار هناك تقسيم للتراتبية الاجتماعية فكل جماعة هي عبارة عن مجتمع مسغر بما نراه في المجتمع الكبير من طبقية ومن مراتب كذلك نجد في المجموعات الصغيرة مراتب مشابهة كونها أيضا من ميزات جماعة الرفاق أنه تجمعهم اهتمامات مشتركة ومتقاربة غالبا ما يكون اهتماماتهم مشتركة اهتمامات مثلا في شريحة معينة يكون الاهتمام الأساسي هو مثلا برياضة كرة القدم في سن آخر ربما الاهتمام يكون موجه إلى الأدب والشعر وقول الشعر وغير ذلك في مستويت أخرى يكون الاهتمام تقريب موجه إلى العمل وإلى شؤون المهنة فإذا هناك نوع من الاهتمامات أو دعنا نقول الهموم والمشاغل المشتركة التي دائما تؤلف بين تلك الجماعات كذلك أن الأدوار نأتي إلى الأدوار التربوية لجماعة الرفاق والأقرار طبعا الدور الأساسي الأول أنها تكسب الأفراد أنماطا جديدة ومعينة من السلوكات التي تحددها الجماعة وتتأثر فيها ببعضهم البعض فهناك عملية إكسب لكل الأفراد أنماط جديدة يعني حركات جديدة يعني سلوكات جديدة يعني ردود أفعال طريقة في الحديث طريقة في اللباس أحيانا طريقة في المصافحة طريقة في اللعب طريقة في المزاح طريقة في التحليل طريقة في النقاش في الجدل طريقة في قواعد قواعد تكسبها لبعضها البعض كذلك تمنح جماعة الرفاق للجميع شعورا بالانتماء هذا مهم جدا أنه يشعر الشخص بأن له عائلة أخرى هذه العائلة هي العائلة الاجتماعية طبعا في سن معين بعد سن العاشرة تقريبا أو 12 يأخذ الطفل بتشده رغبة في نموه النفسي والاجتماعي تشده رغبة كبيرة جدا إلى محاولة البحث عن أطر أخرى خارج العائلة لينتمي إليها تمنحه شعورا بالانتماء غير الانتماء الأسري لأن ذلك يشعره بأنه كبر في السن وأنه صار مستقلا إلى حد ما فإذن الجماعة تمنح شعورا بالانتماء وبالتالي بالسعادة والمرح والطمأنينة هذه هي طمأنينة الانتماء هذا أمر يؤكده علم النفس وعلم النفس الاجتماعي عن نفس النموع النفس الاجتماعي الدرجة أساسية كذلك من الوظائف التربوية لجماعات رفاق الأقران أنها تتبادل ثقافة خاصة بها ونمط للتفاهم والدعابة والخطاب تتناسب أفراد تقريبا كل مجموعة إلا ولها شفرات خاصة بها في داخل المجموعة الكودز يعني هناك مجموعة من الكودز يعني مجموعة من الشفرات التي يفهمها البعض أحيانا لغة عيون إذا كانوا كبار في السن لغة يعني مزاح ودعابة لغة بعض المصطلحات أحيانا خاصة بهذه المجموعات تكون طريفة وتميز تلك المجموعات وتكسب الأفراد نفس تلك الثقافة كذلك تكسب جميع الأفراد خبرات جديدة يتأثر بها البعض من البعض الأخر ويتبادلونها فيما بينهم باستمراء مثلا جماعات تتبادل خبرة صيد السمك مثلا جماعات أخرى تتبادل مثلا خبرة صناعة مثلا أقفاص طيور جماعات أخرى تتبادل خبرة صناعة التطبيقات تطبيقات الهاتف الجو أحيانا 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 تجد جماعات إذا كان أحدهم أو اثنين منهم أو ثلاثة يعلمون في تخصص حتى الباقي الذي لا يعمل في ذلك التخصص يتأثر يكون عنده معلومات بحكم صحبة حول ذلك التخصص فلذلك هناك تبادل أخيرا من الوظائف التربوية أنها تشعر الأفراد بالندية والنضج الاجتماعيين خارج الأسرة هذا شعور مهم جدا يحتاجه الفرد لكي يحس بأنه كبرى وأنه نضجة وهي مرحلة من المراحل النضج النفسي والاجتماعي لابد للأفراد أن يمروا بها وهي من الأدوار التربوية لجماعة الرفاق والأقرأ